حققت مملكة البحرين متمثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهوات المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة ببومباي الهندية بمشاركة 300 مقاتل ومقاتلة من دول مختلفة من القارة الأسيوية وقد رفع اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايف الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة أسمى آيات التهاني وتبركات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة الرياضية الأول والدعم لقطاع الشباب والرياضة من خلال مشروع جلالته الذي ساهم في تطوير كافة القطاعات خاصة قطاع الشباب والرياضة كما أهدى سموه هذا الانجاز لصاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا وأجرى سموه اتصالات هاتفية مع مقاتلي الفريق هنأهم فيها على المراكز التي حصدوها وعلى المستوى الرائع الذي قدموه وأشار سموه إلى أن هذا الانجاز جاء نتيجة العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتطوير مستوى الشباب البحريني والتقدم في جميع الرياضات كما أن سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للعمل الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة هذا الانجاز وأكد سموه أن سيوفر كافة الامكانيات في سبيل إظهار المواهب الشابة البحرينية متمني أن سموه للمقاتلين والطاقم التوفيق في المشاركات القادمة كما أشهد سموه بما وصلت إليه الهند من تطور على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة والسقطاب أكبر منجوم اللعبة والرياضة وعرب سموه عن شكره للاتحاد الهندي على دعوة الفريق للمشاركة في هذه البطولة اشتركوا في القناة